راسمال سنداونز هو الضغط العالي اللي بتعمل على أي فريق بيلعبوه سواء في الدوري أو في بطولة أفريقيا فالضغط العالي اللي بيعملوه هل تتفرج؟ لا مش عارف عافية شايف في الاسكريت تنالف وشي دي أنا شايف أنا أقول لأنت عايزه تبقى الأزمة دايما على أي فريق بيلعب سنداونز هو أنت إزاي تخرج بالكرة تحت الضغط ده بشكل صحيح ما أنت ممكن تخرج بالكرة طولية وده اللي كانوا عملوه بعض الأوقات مع الأهل في القاهرة طيب دي السين ده الحالة اللي احنا جاي بنا دي جاية من مباراة أورلاندو بايرتز مباراة أورلاندو بايرتز سنداونز كسب لكن أورلاندو بايرتز ضربوا أكتر من مرة بنفس الطريقة بيخرج بالكرة بيشتغل على السبيسيس سنداونز عنده مشكلتين كبار المشكلة الأولانية المسافة اللي ما بين الثلاثي اللي بيضغط من فوق وسنداونز بيشتغل زاكريم 4-3-3 الثلاثي بتاع وسط الملعب دايما هتلاقي الثلاثة ضغطين من فوق على كل زوايا التمرير على الخط الخلفي بتاع الفرين المنافس وأول لعيب من وسط الملعب بيطلع يقفل زوايا التمرير على لعيب مركز ستة اللي هو اللعيب اللي المفترض إنه هو اللي بيستلم من الخط الخلفي عشان يبتري يعمل عملية تدرك بالكرة فهو بيقفل لك كل زوايا التمرير دي طب الحل إيه؟ أولا تستخدم حارس المرمى زي ما أورلاندو بايرتز كان بيعمل إنه هو دايماً الكرات تبقى موجودة في المسافة اللي ما بين الخطين خط الثلاثة بتوع خط الوسط والخط الخلفي اتنين التجميع والترحيل سندونز عنده مشكلة كبيرة جداً في التجميع والترحيل ماشي ماشي الفريم هاتهات الماشيها أيوة كمان هات اللي بعديها بوسة كريم هنا الراجل اللي بوسط الملعب ده هو الراجل ده اللي هيستلم الكرة وبعديها لعيب سندونز عنده مشكلة كبيرة تكتكية موجودة في الدوري كله رغم إن هم متصدرين للدوري يا كريم مرتكلم إن هم كانوا بيلعبوا المباراة الأخيرة رياحوا سبع عناصر أساسيين هم بيلعبوا ويتعادلوا المباراة وتعادلوا أول من فترة طويلة جداً 17 بنت فرق عن اللي وراهم عندهمش مشكلة خالص بيراح ما عندهمش مشكلة خالص في حسم الدوري جنوب أفريقيا فمشكلتهم دايماً إيه التجميع ناحية الكرة فيه دايماً حاجة من سماية وعية تكتيك الترحيل بيتم بالخط كله أي خط الدفاع بيتحرك كله في اتجاه الكرة عندهم مشكلة كبيرة إن الترحيل ده أكتر من اللازم عشان يقفل لك زوايا التمرير فدايماً النحية العكسية بتخلق فيها مساح ودي اللي الأهلي كان بيقدر يشتغل عليها في المباراة الأولى لكن ما كانتش بالكفاءة لعدم استغلال فرص كالعاد هبقى الفريم اللي بعده هتلاقي لعبة أورلاندو بيجمعه في ناحية ويروح قالب الملعب ناحية التانية اثناشر مرة على فرق Will plants Harvard اثناشر مرة تجميع اللعبة في الاتجاه وبعدين بغير في المساحة وراء الظاهير الظاهرين بيطلعوا كتير جداً لأنه خليباياً هلك الاتنين الزاهرين الى بيلعبو اللي بيلعب مين في الأساس وهو في الأساس فالطرفين ما عندهم جميع حساسية التواجد في المركز فعندهم مشكلة في الطرحيل Nvidia هات الفريم اللي بعده على طول الفرم اللي بعده دي اللي انا بكلمك عليك بص الطرحيل كله اللعبة اورلاندو بيجمعوا اللعبة كله ناحية الشمال بعد شوية في الصورة اللي بعديها هتلاقي بعد مرحله فضي مكانين ايوه ارجع تاني ارجع تاني الصورة اللي عليها العلامة بالاحمر ايوه هتلاقي بص شايف الراجل الفروت ده لوحده ناحية اليمين والراجل اللي طالع من تحته الجناح ناحية اليمين في واحد مش طالع في الكادر معانا كمان. ده ناحية المين فاضي. كله دول فاضيين. بيجمع في ناحية واحدة. ويقلب الملعب. ليه? انت قدمك حل من الاتنين. سان داونز اما يسيبه لعبة الاهلي تلقل براحطة وتتدرك براحطة. يا اما بيقفلو زوايا التمرير بالشكل اجريسيف ده. ده بيخلق مساحات تانية وورا الظاهيري للعكس. مش وورا الظاهيري لناحية الكورة. فعالاهلي دايما يبقى عنده لعيب ربط. يقدر يغير له الملعب طول الوقت. اللعيب اللي عنده التناية. اتنين اللعيبة اللي بيضاره بعمله دي في النادي الاهلي. احمد القندوسي وافشة. القندوسي كان بعملها بشكل كبير جدا قبل ما ييجي النادي الاهلي. دلوقتي بيلعب على المضمون اكتر. لكن يبقى عنده القدرة دي انه يعمل السويتش والتيرن على طول انه غير ملعب الناحية التانية. علشان يهرب من الزحمة اللي دايما بيعملها دايما بنقول. تحت الكورة في اتجاه الكورة. بيعمل دي دايما موجودين تحت الكورة في اتجاه الكورة. كمل اهات الحال اللي بعدها على طول. نفس القصة كريم. هتلاقي ان هم تمركزاتهم كلها بيروحوا في اتجاه الكورة وسايبين الناحية العكسية خالص فاضية. ودي اللي بيتسجل منها معظم الاهداف. واقف هنا وقبل نروح للحالة اللي بعدها او المجموعة اللي بعدها. مهم جدا نادي الاهلي انه قسم المباراة. ده السلاح التاني. قسم المباراة. مسجل ستة اهداف في دور الابطالة الحال دلوقتي خمس اهداف في الشوت الاول. وادف وحيد اللي استقبله النادي الاهلي من غلطة. في الشوت التاقف امام النادي الاهلي في القاهرة. سانداونز ما بيسجلش في الشوت التاني. سانداونز بينزل اول ربع ساعة او اول خمسة وعشرين ديئة تحديدا علشان يخلص المباراة. هاي. الاهلي علي انه ما يندفعش. لما نروح بقى المفتاح بناء هجمات سانداونز. هقولك الاهلي مفروض يعمل ايه? علشان عرغالك.